موسيقى مخرجين بتاع الفين واربعين معناتها نحبه نكونه في الاستباقية والاستشراع خاصة تونس معروفة بهذه احنا بلد استثمار نرجعوا للاستثمار وكيفش انه معناتها المناخ بتاعنا هي وعنا انا مناخ جملة الخمسة سناليوات على تقرير المخابرات الامريكية على العالم في الفين واربعين احكينا شنو ما العوامل اللي باش تحدد كيفش باش يكون العام العالم عام الفين واربعين اللي هما جانب السكاني عدد السكان اللي هو الاقتصاد التكنولوجيا والبيئة هذومك يعجنوهم الخبراء متاع المخابرات الامريكية خرجوا خمسة سيناريوات ممكنة حسب كيفش العالم باش يتعامل مع المعطيات هذي السيناريو اللي ولاني اسمه نهضة الديمقراطيات الارونيسانس الديمقراطي ولي هو معنتها يقوم على انه في عام الفين واربعين الديمقراطيات اللي موجودة باش تكون هي الاكتر هيمة في العالم ولي هي باش تنجح في انها تستجيب للتحديات السكانية والهجرة والبيئة وانه النظام الديمقراطي بطبيعته قادر انه يعطي النتائج هذوما ولكن في المقابل فانه معنتها الدول الاوتوريتير معنتها الدول المهيش ديمقراطية اللي عندها طبع استبدالي ديكتاتوري كما مثلا دي ما يرجع في السيناريوهات لا 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 هما يسمون اللي هما روسيا والصين هما اللي يحكيوا عليهم باستمرار واللي يقولوا اللي هما طبيعة ان الانظمة السياسية متاعهم المنغرقة خلاتهم يكونوا غير قادرين على جذب الكفاءات يعني الولايات المتحدة يقولها واحد مولايات المتحدة تحسها أمنية أكثر مني مهضو لا هما اسمع هما منظمين بالعقل خطر السيناريوات الأخرين الشيء الخير منهم دونك معنتها هما بالعقل يقولك هاو السيناريو اللي ينجب يكون صلاحنا السيناريو اللي يكون أسوأ وغيره دونك هذية نهضة الديمقراطيات انه الديمقراطيات تعمل محاربة الفساد تعمل أكثر شفافية وغيرها وتنجح في أنه تخدم مع بعضها معنتها أنه في مواجهة روسيا والصين الديمقراطيات تخدم مع بعضها وتتعاون السيناريو الثاني هو ترجمة متاعه العالم تائه معنتها أماند ألا ديريف شو معنتها أماند ألا ديريف يقولك معنتها المنظومة العالمية ما هوش بش يكون فيها ليدرشيب معنتها قيادة السيناريو الولاني يسيرك نحكي عن ديمقراطيات بش تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بيسير ولكن السيناريو الثاني ما فيهش ليدرشيب ما فيهش قيادة ومعنتها بش يكون كل حد يحل مشاكله وحده معنتها القواعد اللي يتنظم التعامل بين الدول وبين أساسا القوى العظمى بش ينقص معنتها التطبيق متاعها الصين بش تهيمن أكثر على منطقة آسيا وجنوب شرق آسيا فمعوامل أخرى أنه مثلا السيبراتاك الفضاء وغيره بش تكون شركات هي اللي بش تقوم أنت معادش دولة مع الشركات بش تولي هي أقوى مع الشركات أقوى من الدولة في جانب هذيك دونك هو عالم بينك هذين نحسوا معتها هو عالم ما فيهش تنسيق سيناريو التوى هذية هو الأقرب هو هذية معناتها عالم ما فيهش تنسيق كل معناتها كل فوله في نوارو ويقول لك إنه سبو جيري أموين تيرم ولكن أموين تيرم ثالث هو التعايش التنافسي اللي يقول لك إنه الصين أساسا والولايات المتحدة الأمريكية باش يتعايشوا وباش ينسقوا ولكن مش يقعدوا في عقلية متاع التنافس اللي هي معناتها باش تخلي كل واحد ينسق في إطار يسميه الانتر ديبندانس إيكونوميك معناتها إنه مربطين ببعضهم اختصادين مينجموش ينعزلوا ولكن كل واحد يحب يكون هو عنده القيادة لليدرشيب في المنطقة حتى هذي دولي منطقي جدا ولكن يقول لك هذية في غياب التنسيق على مستوى كبير هم متعايشين ولكن ما ينسقوش ينجم يحط مشاكل في علاقة بالتغيير المناخي في علاقة بال معناتها كيفية إدارة المشاكل الكبرى متاع العالم دونك هذية سيناريو ثالث اللي هو التعايش التنافسي السيناريو الرابع هو الترجمة بتاعه صعيبة هو سيلو سيباري يترجم الصواة مع المنعزلة خلينا نترجموه احنا أسهل نمشيو أبعد من الترجمة الحرفية الجزر المنعزلة إنه العالم يكون جزر منعزلة إنه من جهة فما الولايات المتحدة الأمريكية من جهة فما الاتحاد الأوروبي فما روسيا فما الصين فما الهند كل واحد يضرب على درابوه التنافس بناتهم يقعد على المستوى العسكري على المستوى الجهوي ولكن السيناريو هذي معناتها الانعيكة سيتمتاعه باش تكون إنه الدول اللي ما تنتميش للمنظومات الكبرى هذية باش تضيع باش تمشي في العفز لأنه الدول الكبرى ودول الكبرى وإلا المنظومات الكبرى كما الاتحاد الأوروبي باش تكون قادرة على جذب الاستثمارات على الاستجابة لمطالب سكانها في حين الأخرين باش ينجموا يعيشوا وهذا باش يدفع أنه الدول الصغيرة باش تلوج كيفاش تعمل تحالفات مع الدول الكبرى الناس باش تحالف مع سين باش تحالف مع أمريكا باش ينجموا على الأقل يواجهوا معانتها المشاكل اللي تتحدى السيناريو الخامس والأخير اسمه تراجيدي ايموبيليزا هو المأساة والتعامل معه واللي هو معانتها يجي من السيناريو يقولك نجموا في 2040 نوصلوا إلى كارثة غذائية عالمية تخلي أنه معانتش نحكيه على هاي من عسكرية واقتصادية وغيرها المشكلة هي كيفاش باش نحلوا الأزمة الغذائية وهنا معانتها التنافس باش يقل يقعد موجود ولكن باش يقل كيف هنا يقولك المنظمات الحكومية وغيرها باش تكون عندهم قوة كبيرة باش يكونوا معانتها في تحديد سياسات العالم في المرحلة هذه لمكن باش نرجع ونلخصوهم يمين بسرعة الخمسة سيناريوات هي أولا معانتها نهضة الديمقراطيات اللي هي معانتها الديمقراطيات باش تتوحد وتخدم مع بعضها واتضعف الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية ونمشي إلى معانتها نجاح الديمقراطية صحية السيناريو الثالث هو التعايش التنافسي السيناريو الرابع هو الجزر المنعزلة والسيناريو الخامس هو سيناريو كاتاستروف سيناريو المأساة الني إياد جied שتستخدم ستواهم الرابط أنا هو السعنت Read اللي تراه حسب قراءتك العوضاع الجيو بوليتيك الموجودة 泣نا هو السيناريو الأقرب إلى الواقع اليوم السيناريو الأقرب إلى الواقع أنا في رأيي هو التعايش التنفسي معناتها السيناريو الفلف معناتها على الأقل اليوم هذاش قاعدين نشوفه رغم اللي هو يحل المشاكل على المستوى يحافظ على الاستقرار في الوضع العادي ولكن ما يحلش المشاكل على المستوى البعيد المدى معناتها السيناريو اللي الحب هو السيناريو الوليني اللي فيه أنه النظام الديمقراطي واللي منتشر في العالم الكل والديمقراطية تصلح من نفسها تصلح من الفساد والشفافية وغيرها تستجيب للمطالب سكانها وأيضا تنجح في الإبداع التكنولوجي وغيره وفي نفس الوقت تعمل جبهة عالمية بمواجهة الكافة البيئية والتغيير المناخي يقولوا إياد أنه ما فهمش نظام غير ديمقراطي هو نظام نجمي طول نحكي لك التاريخ الإنسانية بصفة عامة قل أي نظام ديكتاتوري ما قاله السقوط لا محالة طوام بعد عم جيل عملي بعد عشرين مئة سنة ما قاله السقوط لا محالة شوف هذه التيورية النظرية هذه هي نظرية المؤرخين اللي عاشروا معتها ودرسوا تاريخ الإنسانية في كل الحضارات ما هيش كانت ديكتاتوريات دول الكل عندها لكن الدكتاتوريات أكثر سنسيبل أكثر حساسية للمسايا هو فهمها براتيمة رابور ما حكيتش عليها ما كفل ناش الوقت تحكي على مشكلة هذه الأنظمة السياسية الديمقراطية والغير الديمقراطية هو يقولك الزوز عندهم نفس المشكلة الناس اللي في الديمقراطية يقولك ديمقراطيات محلة للناش نفس الدباع رأولي عنها في تونس محلسنت للناش الوضع الارتصادي والوضع الاجتماعي وغيره هي نمشيه النظام أكثر مركزية ما خلتناش نجمو نعملو الإنوفاسيان نجيبو الاستثمار ننفتحو على العالم باش تتحسن أمورنا نمشيو للديمقراطية دونك يفا يوار انكروازمو بنتو أمين فما حاجة حبيت نحكي لياه كي تقرأ ومعنطو بالنسبة ليه أهم خلاصة بالنسبة لنا كتوينس خاطر في الأخير نحكيوا على هدايا باش نفهمو العالم صحيح ولكن شنوها يعنينا بلسطنا أمين هذه هي أهم حاجة كلمة تونس ماهيش موجودة ساعة في الرابور الكل ماهيش مطروحة ماهيش ملح ماهيش بيتران لا 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 مايغزرون الناس ماهيش غاز ماهيش فصفات شفت القضية الفلسطينية اللي كانت قضية جوهرية في العالم في السنوات والعقود اللي فاتوا كل تقريبا ما أشر لهيش الرابور فقط يمكن في بعض الحيان بالتلميح علاش لأنه كما حكينا البارح الطاقات المتجدة بيش تخلي العالم أقل ارتباط بالبترول دونك المنطقة هذيك كلها اللي هي كانت تعني الامريكان معتا أنا توكي نقرأ ونشوف طريق تفكيرهم نقول راه مربعين ولا خمسين سنوات تالي فكروا اللي هما لمدة خمسين سنوات بش يكونوا مربوطين بالبترول هذيك عليش يلزمهم المنطقة هذيك واذيك عليش يلزم دعم إسرائيل بش يكون عندهم الساق دايما في المنطقة هذي بش ينقص كيف بش نحكيه على هذي أما الأهم من هذي كل التقرير يحكي أساسا أنه المستقبل هو أمريكا والصين وفي درجة ثانية وبعد ياسر الاتحاد الأوروبي بريطانيا روسيا والهند إذا نجحت في تجاوزة والبياقي يفهم حد شيء هذي شنو معتا معتا راه و العالم ينتمي ناس تحب تأثر في العالم وتقود العالم ويكونوا عندها وزن في العالم راه و يلزم تكون موجودة في تجمعات وكينات سياسية كبيرة الاتحاد الأوروبي مثلا هو برشة دول ولكن عنده وجود سياسي واقتصادي موحد أحنا اليوم تونس ما ينجمش يكون عندها لا بمنطق السكان لا بمنطق لا بمنطق الاقتصاد لا بمنطق التكنولوجيا أي تأثير في العالم هذي إذا نحبه نهار يكون عنا تأثير في العالم على الأقل الخطوة الأولى هي الجانب المغاربي بش ينجم يكون عن تأثير في المستقبل واضح هي داتيك ترجمة نانسي قنقر